مع الكابتن الخطيب حيفا جاءنا يعني هو يستقل بهدوء وصمته فردي طيب واحد واحد الناس بقى اللي مش مش مفاجأة ها مش مش مفاجأة ها مش مش مفاجأة انتخابات هو صاحب القرار الوحيدة لكابتن الخطيب في من يختاره القصة كلها كان الجدل حوالين الوعد اللي حصل عليه خالد مرتاجي ما احتفظنا بالالقاب المرة اللي فاتت انه الدورة دي دورة العمر الفاروق والدورة اللي جاية هي الدورة بتاعتك انت تبقى نائب لانه خاصة ان هما الاثنين زي ما قلت تزاملوا فترة طويلة كأعضاء مجلس ادارة مع الاثنين والاثنين كانوا يعني كان مع الوزير الاسبق العمر الفاروق كان دخل وحده ونجح لكن هو كان فيه بعد كده حصل انسجام لما كان عضو فيه ودليل انه هو بعد كده جيد الوقت والنائب فكان فكرة خالد مرتاجي انه هو فيه وعود كان ليه انه هو الدورة دي يبقى له بتاعته لكن انا بقول لحضرتك الموضوع ده انتهى تماما ونفس الوجوه اللي هي الناس اعتدت عليها في مجلس ادارة النادي الاهلي لن يحدث تغيير للأسف انا شافها للأسف بصراحة طبعا كل التهديل للكابتن المحمود الخطيب لكن انه هو لما شفنا المرة اللي فاتت كان فيه انتخابات لما نازل كابتن محمود الخطيب مع محمود طه كان فيه حالة رائعة فيه حاجة جميلة وليه محدش ربي يترشح الكابتن محمود الخطيب يعني راجل ما فيهش خلاف على انه قسطورة النادي الاهلي جمهور الأهلي بيحبه وأداء استقرار النادي كمان في الفترة والله أكتر من الاستقرار خلي بالك كان النادي الأهلي في فترات صعبة جدا وهجوم كديد لكن هو النادي الأهلي بينظر للكابتن خطيب على أنه يعني رمز للكيان وخلي بالحضرات وهو اللي يختارهم يعني بكرة كل الأشخاص اللي يظهروا معاه في المؤتمر الصحفي أعتقد أنه هم الفترة الجاء مكملين في الانتخابات أنا أعتقد أنه لازم يظهر بأعضاء مجلس الإقدار الحال لكنه لن يعلم الطائمة هو آخر يوم ناد الأهلي ده متعودين على كده حتى لو حضرت رشح تاني يعني تليه أول ما ما فيش أول يوم وثاني يوم غير بعض أسماء أخر يوم بس شفت حضرتك يعني الأزمات اللي هي قايمة مع بعض العضاء من الانتخابات اللي فاتت زي الكابتن جوهر نبيل طبعا فترة فاتت كان متواجد اسما في مجال الصدارة لكن أغلب الملفات لم يكن يتم إسناد ملفات مهمة حتى بما فيها اليد وزي ما عرفين برضو راني علواني من الشخصات الجريئة فهو مجل الصدارة الأهلي مش متعود على أنه حد يتكلم إلا من خلال مثلا متحدث راسمي أو حاجة أزا كده ما بيحبوش الستايل ده في الأسلوب فراني علواني ما بقاش فيه تجانس بينها وبين مجل الصدارة الأهلي طبعا إحنا الأهلي وزماني خدمتنا وقلت الواحد الإسماقيل ففي قبلة تلك الإسماقيل القصة دليلوقتي الناس بتسأل من سيتم التحالف معه من العثمانيين لأن العثمانيين دليلوقتي موجودين لكن خلاص المجل الصدارة الأهلي مش موجودة الدورة اللي جاي وبالتالي فيه المنصح ياكومي اللي كان ليت تجربها سابقها في النجل الإسماقية المهجز ناصر أبو الحسن برضو كان ليت تجربة سابقها في نجل إسماقية الكابتن علي غيط وهو كان عضو مجلس درف أكثر من دورة وهو لعب كرة كبير جدا في نادي الإسماعيل التلات الشخصيات هم الأبرز في الانتخابات الدنيا ماشية إزاي؟ قاله عثمان حيدعمه مين؟ دي بتكون فارع لكن فيه تركاز غيارة كان فيه لعيب كرة في نادي الزمالك ما تمش قيده اللي هو الكابتن محمود شابانة اللي كان جاي من نادي أسوان سيرد باك أو مدافع فالمونسبحي كومي قال إن أنا حجيب حدفع أنا واجيب لكن ما حصلش توفق فدلوقتي بدأوا يتكلموا إن اللي هيحصل للتوافق وهو هيجيبه معنى أن النهاردة هجيب لعيب كرة ومجلس الإدارة الحالي موافق إن أنا هجيب لعيب كرة ده هتفعله فلوسه أنا ممكن أفهم من ده أسوة خيري إن ده نوع من التحالف أو تضامن اليابان نوع من الدعم بالضبط صحيح ده اللي أقدر أفهمه يعني نتنقى الملف في تالي بس أنا ماتش على العصمانين بس لحظة أهواء العصمانين برضو التجربة بتاعتهم الأخيرة الناس كانت كلها منتظر أنهم تواجدهم وأنهم هيكون لهم تأثير لكن لما تولى المسؤولية الفترة الفاتحة المجلس لم يحقق ما كان من الترفعه من الإسماعيل وده الدليل لهم أحدش ترشح منهم لأنهم فقدوا جزء كبير من شعبتهم فتأثيرهم لو تشوفوا إن النادي محتاج كتير طبعا طبعا وما فيش صرف إزا كده وبرضو خلي براك جمعية العمومية للإسماعيل اللي هي طبعاته يعني النادي الإسماعيلي يعني جمعات العمومية صغيرة جدا فهيكون يعني الصوت الواحد أو الحاجات هتفرق فيه مؤثر جدا آه طبعا فأعتقد أن النادي الإسماعيلي بصراحة يحتاج الدعم من الجميع والاهتمام به لأن النادي الإسماعيلي زي ما تشوفنا لما بنشوف الإسماعيلي بنشوف المصري بنشوف الاتحاد الأندية الجمهاري ده بنشوف حتى شكل الدوري بقاله شكله طعمي تاني طيب صحيح نروح لملف اتحاد الكورة تمام اتحاد الكورة في الانتخابات هل ستتم انتخابات الاتحاد الكورة أم سيتم التسفيف برضو وتستمر لجنة مؤقتة للإدارة من أبرز الأسماء التي يمكن أن ترشح لاتحاد الكورة طب أول أغلب الانتخابات الاتحاد الكورة هتتعامل في بداية السنة شهر يالير اللي جاي اشتركوا في القناة